اصباح الخير او مساء الخير نرحب فيكم في هلثي تشات تردشتنا اليوم ويا ناصر المصعبي مؤسس لو كالوريز للوجبات الصحية مرحبا اخوي ناصر حياك الله اخوي علي الهوس بالتمرين والفتنس تقدر تقول عندك هوس بالموضوع ومتى بدأ؟ بدأ من تقريبا الفين وتسعة اليوم بديت اتمرن اول مرة ودخلت الجم كان عندنا هوس الشباب ان الواحد يبا يعضل نزيل بدأت الفكرة تكبر في البداية حالي كحال اي شاب بديت اتمرن وخرابيط في الاكل بس اني اروح الجم من بعدها ما عندي تريح ضميرك بس اي بس ما عندي كيف تبني عضل تبدأ شوي شوي تعرف انك لازم تراتب اكلك قمت اطبخ اكلي في البيت وراتب وجباتي تعدى الجسم انا انسان محب للبزنس بشكل عام فقلت سوي حاجة انت تحبها يعني على الاقل بتشتغل وانت مبسوط فمن هنا جاءت الفكرة قلت ليش ما سوي مطعم دايت وبديتها في 2016 تقريبا في 2016 والحمد الله كنت اتمنى بس للامانة كنت اتمنى يعني ام حطيت الفلوس حالي كحال اي واحد يبدأ بزنس قلت يا رب المحل يشتغل سبحان الله يعني بس اللهم طموحي ان المحل ما يخسر ان يبا يشتغل لدرجة اني كنت اذا في ضغط اروح انا السيارة اخذ الوردر في بداية اتي سبحان الله اول فرعين اي واحد كان بوظابي في الشهامة اللي في الشهامة على الفكرة انا اول مرة اشترك في هالامور هذي كلها من سبعين قلنا ويا لو كالوريز الاشتراك هذا اشتراك هل هو فعلا مجدي مش بالنسبة لك كبزنس بالنسبة للناس هل هي فعلا مجدية اشتراكات الوجبات شفت نتائج يعني شوف بنصيغ السؤال بطريقة ثانية عشان ما يكون الموضوع مثلا تجاري هل البرنامج القذائي مفيد للناس بشكل عام سواء سواء في البيت او اشترك او اشترك بغض النظرة احنا نتكلم على الفكرة بشكل عام اي نظام الغذائي شيء اساسي اكيد يعني انت الحين الله يبعد عننا المرض بس اي شخص مريض يروح المستشفى لا قدر الله سكر ضغط هذا اجباري ان الدكتور لازم ينحيها بكلمة لازم يرتب اكله يبعد عن السكريات يحاول يبعد عن الدهون قدر الممكن هذا الشخص ما يمارس الرياضة فما بالك شخص يمارس الرياضة وعنده تارغت ان اوصل لجسم مثالي دايما الدكاتورة في العيادات يعني يعطونك النصائح عامة ما يعطيك مثلا مثل ما قلت ما يعطيك البرنامج هذا قليل ممكن بعض العيادات حين بدت يعني تسوي لك برنامج بس واحد يقولك مثلا انت عندك سكر خلاص خف سكر خف العيوش وانتهى خف كم ما خف يعني صحي لان اختصاصة يعني مثلا انت اللي بيقول لك خف سكر بيكون مثلا دكتور قلب دكتور باطني ماش اختصاص ان يسوي جدول الاختصاص عنده خصائي تغيير انت متفرغ للمشروع ولا عندك وظيفتك كانت عندي وظيفتي وتفرغ حاليا طلعت عشان اتفرغ المشروع والمشاريع اخرى وتحس ان قرار كان ما يصير اني اقول للشباب روح افين شوها اي لا لا بس تحس ان شوف الوظيفة دايما تكون يعني زي ما تقول في البداية عشان الشخص يبني نفسه محتاج لما تدخل لكن اذا صار عنده اكتفاء وصار عنده توسع برا بالعكس يوما ما لازم يكون هو المسيطر هو المدير فهمت علي يفتح لبزنس في نقطة ذكرتها قلت انت بعد يوم يكون شغافك هو البزنس بني بعد هذه نقطة ايجابية في شغافة انا انا طبعا انت تعرف اني انا وزع العلامة كفرانشايز وعندي داخل الامارات او خارج الامارات بني لها النقطة اي بس انا يعني قابلت ناس اه كثير في منهم بزنس من من اللي اخذوا الفرانشايز من عندي وفي بعضهم لا خلاص يبقى حاجة جاهزة براند جاهز ياخذها وما يبقى يعور راسه وفعلا مش بزنس من بس اني يكون زي ما تقول يبقى مصدر دخل ذاني بس بالراحة يعني انت تعرف في ناس يفتحون تدخل شرك انت مع واحد يقولك سمعنا بعطيك فلوس انا لا تعور لي راسي ممال شغلنا انت سوي كل شي وبعطيك نسبة زيادة ولا بعطيك راتب دظافي وفي ناس لا يكحار يحب الشغل يقولك انا بس تلمي الادارة بس سوي كل شي انا من هل نوع اي لانه في البزنس حتى حين في مجال مثلا مجال يعني طب الاسنان صاروا حتى يدرسون ادارة عيالات الاسنان كطالب طب لازم تعرف طالب يعني طب اسنان لازم تعرف كيف لان في نهاية لوية انت تفتح عيادة مش بس انت دنتست بيكون كافي انك تفتح عيادة لا لازم تشوف كيف الدخل بالضبط ادارة ادارة مالية ادارة موارد بشرية حتى عندكم الفكر انه مثلا شخص مثلا دخل عندي العيادة عنده ألم في السن ولازم مش بس عالج لسنه لازم يشوف كيف اطلع منه فلوس مرحبا هذا هو البزنس صدق هذا هو البزنس مش اني اكذب على الكستمر بس انه يكون مثلا عنده مشكلة او مشكلتين اضافيات اذكر ليهم وحاول كيف بذكائي اني عالجة وبالعكس انا استفيد هو يستفيد وانا استفيد درست انت في التغذية اخدت كورسات اخد كورسات عندك المام بالموضوع عندي شهادات ماشاء الله زين لو كالوريز انا شفت جورمي وهلث فتنس انا يكملون بعض ولا لا لا كلهم يكملون بعض انا شف يوم بديت في لو كالوريز سويت البروجيكت يوما عن يوم يوم تكبر انت لازم تطور وما يتم في السوق اللي ما يطور لان الناس يفتحون من اخر نقطة انت انتهيت عندها يعني انت اليوم واصل للنقطة رقم مية يجي واحد يشوفك واصل يفتح من المية يقول انا بسوي نفسهم فانت لازم ما تلس في المية لازم توصل لهم لخمية وخمسين والميتين فهمت علي فانا شفت ان شف كورمي كمل في انظمة احنا يمكن ما نحتاجها هنا في الوطن العربي كثير بس الاجانب اللي عايشين هنا موجودين محتاجينها مثل الكيتو الفيشتريان هذا موجود في الشيف كورمي هذا موجود في الشيف كورمي كورمي ومتوفر في كل فرع لو كالوريز احنا نوصلها كاشتراكات فقط يعني اذا انت تبقى تشترك في الكيتو رح توصل لك وجبات الكيتو فهمت علي هذا يثرو عن طريق شيف كورمي عن طريق شيف كورمي والهيالث فتنس هي عقود سوتها لو كالوري مع عيادات في ابوظبي وفي دبي متخصصة بالصحة سوى الفيزيو ثرابي او النيترشنست زين زين ما تقول العيادات المختصة بالرياضة فهي عبار عن شو عيادات متنقلة ولا شو بالضبط العيادة المتنقلة هذه بنيها بروحها لان على فكرة حتى قناة ابوظبي امس تواصل معاي قالوا احنا جلسين نبحث عن اشخاص سووا مشاريع الاول مرة في الخليج فقال انت طلعت انت مسوي مشروع اول مرة في الخليج يصير اللي هي عربة متنقلة تيجي تفحاص الدهون قلت له اي نعم فقالوا حبي انتسوي مقابلة معك زين فموضوع السيارة هذا موضوع كرييتف انا اخترعته زين نظرا للحاجة اللي عندي زين بنيلة هذا الحين الهيلث فتنس عبار عن عيادات عقود مع عيادات عقود مع عيادات اي نعم زين عيادات رياضية صحية يعني تكسير دهون اذابة الدهون ابر الفتمينات حجامة نيترشنست فيزيو ثرابي فالحين انتو وين في مارة بوضبي بس في مارة بوضبي ومارة دبي في مارة دبي زين الهدف وين الحين انتو محليا انا شفت لك فرع في الخبر اضن في الرياض فتحته من قريب ما شاء الله في الرياض وفي الخبر في الخبر خبر والرياض اي نعم الهدف شو من التوسع وين تبقى توصل ماكدونالز لوكالو نفس ماكدونالز ما شاء الله يعني يباننا مشوار يمكن يمكن ألاحق عليه وانا حييمكن ما لاحق بسو هذا الهدف والله سمعت قاعد أسمع في بودكاث واحد كان يتكلم قاعد ربوه مثال للونغ ترم البزنس اللي في اليابان يقول يعني في أمريكا هو كان يقارن أمريكا في اليابان الشورت ترم عندهم ستة شهر هذا لك الشورت ترم عندهم عشرين سنة اللونغ ترم هنا خمس سنين هناك أمية سنة يقول هناك في خمسين ألف بزنس في اليابان عمره أكثر من أمية سنة تخيل يعني بس مش مشهور ممكن مشهور في اليابان مش انترنشونل بس الفكرة أنه يقول كيف الناس هذي تطالع على اللونغ ترم وإحنا بس نفكر في الحين وباتر وشهر وهم عندهم اللونغ ترم فالخطة اللونغ ترم أن أصير مثل مكدونالز على قولتك بالعكس يعني فكرة يمكن ما أوصلهم بس هي فكرة بتخليك زي ما تقول تنتشر بشكل أكبر تكافح بشكل أكبر نزيل بالنسبة للإنترنشونل خارج الدولة الحين داخل الدولة أنت تبغي توصل يعني فروعك لي وين؟ للفجيرة؟ خرفكان؟ شوف حاليا أنا عندي أربع وعشرين فرع داخل الدولة ما شاء الله نزيل طبعا الدولة كاملة أنا أغطيها حاليا كل هالفرع كنكتد؟ كل هالفروع تقدر أنت تاخذ من أي فرع اشتراك واحد ايه نزيل تشترك مثلا في الفجيرة نزيل تروح الرويس تاخذ من فرعك هناك تروح بدل زايد تاخذ فرعك من فرعك هناك نزيل بنفس الاشتراك ما لك ما تحتفى أي شيء نزيل حاليا أنا اللي أفكر فيها المناطق النائية جزيرة دلمة لأن خلاص أنا كخريطة دولة المارات أنا مخلصها عشاء الله فأنا الحين بشوف الجزر وبهالجزر اللي لازالوا فيها ناس نزيل في مناطق أنا ما قدر أوصلها نزيل فالهدف الحين أني أوصلها مناطق نائية نائية والله ممتاز بيكون فعلا يعني في حاجة فيها لا ما كان يعني حين بنفتح قريب في حتى حتى كانت قبل ترفق من المناطق النائية بس بعد ما سوى فيها الحفل العيد الوطني الخمسية لا لا حبل هين صارت ايه وانت تعرف الشيخ محمد بن راشد يوم يتوجه على مكان يحولها الجنة فهمت علي لا لا حتى ان شاء الله صارت فصار توجه هناك فاحنا قردي خلاص ان شاء الله خلال شهرين ثلاثة شهور بيفتح فرع هناك في حتى في حتى ويمكن اول مرة اقولها يعني على فكرة ايه هذا حصري ايه هذا حصري انا ما تكلمت في مشروع حتى ابدا بس خلال ان شاء الله بعد رمضان باذن الله راح يفتح فرع في حتى هذي اول منطقة نائية انا خلصت منها اه بتبقى عندك كم منطقة نائية وادارة ادارة الفرع هذي كلها كيف 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 تديرها لما شو سيكرت في ادارة هذي الافرع كلها نفس طريقة الادارة يعني البراند موجود ان لو راح تلوكالوريز اللي في بين الجسرين او المقطع نفس اللي في لوكالوريز اللي في شارجة مثلا اه انت جربت فرعين لا الحين لا شوف اه طبعا من شروط الفرانشايز انه يلتزم مية في المية بكل الاجراءات انزين في من عندي طاقة معامل انا مخصصة خصيصا يتابع انزين الكواليتي انزين يتابع البروسيس انزين ناخد دورة على الفروع انزين نشيك زر جميع الفرع لازم نزورهم بشكل شهري شكل شهري تكون متوقع ايه وبدون موعد نزين نتابع شكاوي الزبائن لان شكاوي الزبائن دارك توصل عندنا على الايميل الرئيسي او الانستجرام الرئيسي فنكون متابعين اول بول مع الفرع نشوف مبيعات الفرع نشوف فتكون فيه تيم خاص يتابع كل شيء اول بول عندك ارقام سنوية تصرح فيها ولا ما تصرح فيها لا لا ارقام عدد مشتركين اكبر عدد مشتركين في الدولة بس ما اقدر اعطيك رقم ما تعطي الله بس انا وانا مغمضة اقول يعني ممكن اقرب واحد ما يوصل 20% من العدد اللي اندي لا لا ما شاء الله الوجبات يعني صراحة انا اقول لك يعني ما شاء الله اللهم لك الحمد ياك شخص يبغى يشترك في الوجبات هذه بالعادة يعني الناس تحتاج مثلا مثلا ما يقولون فحص وزن قياس دهون الاشياء هذه كيف كيف يعني كيف تكمل او مثلا تحاول توصل للشخص ان هذا احتياجك يعني انت في النهاية تعطيني option ان مثلا اوكي زيادة وزن زيادة عضل زيادة بس ما تحس ان الواحد لو انك تاخذ منه معلومات اكثر عن جسمه عن حياته عن لايفستايله عن نومه وعن الرياضته بيفيد اكثر في تحديد الوجب الصح للكستمر طيب شوف انا هالموضوع بالذات بتكلم فيه شوي وباخذ مساحة فيه فيه خطأ كان صاير عند الجميع احنا انا كنت اول واحدة ما ارسل خطأ انا نفسي يجي شخص يشترك بالتليفون اباشترك ما اخذ اي بيانات اخذ الفلوس ارسله اشتراك يوم تيجي تسألني تقول لي انت رسلت الاشتراك بناءا عليش بس بعطيك جواب فوحد بناءا على انه دفع هذا قبل هذا قبل قمت سويت الهيلث فتنس اللي احنا تكلمنا عنها قبل شوي قلت لهم يا جمعة الخير اوبشن مطروح اللي يبا يروح يفحص وياخذ جدول يقدر يروح على دبي ولا بوضبي في اي عيادة واجحت مشكلة اخرى ان في اشخاص ما يقدر يوصل على العيادة مثلا ممكن من الفجيرة او من رأس الخيمة جت في بالي فكرة السيارة عيادة بتنقلة يمش عيادة يعني مثل مركز خحص خدمة حمية غذائية خدمة حمية غذائية بنقول جميل حطينا داخلها الجهاز خصائي التغذية تاخذ موعد توصلك السيارة للبيت جميل تفحصك تسوي لك الجدول وتشترك داخل السيارة تشترك في الوجبات دائرة عندها ايبات جلسة تخلص لك الاشتراك داخل السيارة ممتاز هفبت علي السعر كيف سعر معقول تحسنه سعر معقول بسعر معقول بسعر معقول لكن شوف مش مهم السعر قدر مهم ان هالشركة جلسة تهتم انها ما تبقى تعطيني اي جدول وهذه يعني دائما ان الزبون جلس مثلا انا كانوا يشتركوا عندي مثلا ثنين في بيت واحد متين واحد ضعيف انا ما اعرف ان هذا متين وهذا ضعيف بالضبط اشترك اونلاين او اشترك عن طريق التلفون يقول الاكل اللي يوصل اخوي نفس الاكل اللي يوصلني هل يعقل طبعا غلطة اكبر غلطة انا اتصل حين في شركة دايت ابا اشترك يرسلوا لي اكل طيب سؤال ارسلوا لي الاكل بناءنا ليش بالضبط هذا اهم سؤال يعني انت الحين هذا اسمه مطعم صحي يعني له دخل بالصحة وانا اكيد ما رح امسك دايت ما رح امسك دايت الا عندي مشكلة مستحيل اني اروح امسك دايت كذا مزاجي اني انا بكطعك في نغطة يعني لاحظت يعني من الناس تقول يعني يستفسرون يعني ان اشتركت انا اشتركت في هذه الخدمات الوجبات ما نقصد غير كيلوين في بعضهم يقول ما نقصد يقول ما نقصد بالمرة بالضبط هنا في كم واحد يتصل فيني يقول يزدت ممكن الكالوريز اللي هو اخذ فوق حاشت يمكن هو ضعيف يعني بدون خطة صعبة صعبة انك تستفيد او تحقق الاستفادة الكبيرة من موضوع الوجبات انا ابا اكون كناصر او كالو كالوري عداك العيب يا ناصر العيادات موجودة والسيارة توصلهم للبيت ما لهم عذر ما لهم عذر اذا هو ما يبقى خال الخدمة انا ااخذ فلوسي وعلى قولتهم بالاجنبي انام مرتاح لكني انام وانا ما اخذ فلوس حق مثلا امية شخص وانا ما عرف بياناتهم ويروح لهم الاكل بناء على ايش بناء على زيرو انفرميشن فانا ما راح ارتاح فانا الحين دامني سويت السيارة اذا جذبوني يقول لي زاد وزني او نقص وزني بقول لها خد بيقول لي لا بقول لها رحت العيادة طلبت السيارة لا انا شي سوي لك انتو توجهون كل مشتركي دي موجود في الانستغرام موجود في كل مكان توجهون هم لي هذا شي اي مشترك يشترك نزين في لوكالري له الحق نزين انه يروح العيادة اذا راح العيادة ببوظبي اذا طلب خدمة السيارة لانه في عليها كوست نزين بترول وما بترول وما الى ذلك ومشوار لي البيت معقول طبعا فتعتبر فيه ناخذ شارجة لكن اذا راح العيادة ياخده بلاش اذا هم مشترك اه مع الاشتراك مع الاشتراك اه ممتاز مع الاشتراك فانا اكثر من كده اشي اسوي ويكون فيه free meal plan يعني مثلا ها يكون كجدول يعني شو تحتاجه الجدول كامل تاخد بلاش زين انت عليك انك تدفع فلوس اشتراكك و بس ولا تروح تقابل الخصائية وتفحص لك الوزن وتسوي لك الجدول free free كله ممتاز جدا لان هالنقطة مهمة متل ما قلت لك يعني فيه ناس تقول لك انا باش يعني هم حاطين في بالهم ان اذا اشتركت واجبات صحية بنزل وزني وانتهى لا الموضوع مش كده يعني هي صحيح من هالناحية الوجبات صحيح بتكون مثلا صحية ومدروسة ومحسوبة وكده بس في النهاية يعني يعني هو مثلا ما يقولون combination يعني هي معادلة مش يعني مش بس عشان اشتركت واجبات صحية بنزل وزني مش بس بنزل وزني انا بروح عندي مشكلة في السكر مثلا مثلا انا الحين الوجبات اللي فيها سكريات او السكريات مرتفعة مثل الخبز او الرز او ما الى ذلك لازم اكلها بلمنت حتى الاسويتات الصحية انا لازم اكلها بلمنت من يحدد لي هاللمنت اذا تميت اكل 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 ما انا ما راح تعالج من السكر فيش اشخاص عندهم كوليسترون مرتفع هذا لازم مثلا ما طرش لستيك وايد ما طرش لمثلا شرمب الروبيان ما طرش ليا وايد الكوليسترول فيه مرتفع لازم اعرف شو مشكلته مش بس مسألة وزن فقط شو سويته من ناحية تثقيف الناس والله شوف انا كناصر ممكن انت ممكن انت عبعني في الستوري مثلا على سبيل المثال اليوم طلعت انا تكلمت عن مسألة الكالوريز هلو ما شفتها اليوم انا كتب شغول انا اليوم طلعت مثلا اتكلمت على مسكلة الكالوريز انا اطلع اتكلم في الانستجرام في البوستات نحط مثلا بوستات خاصة يعني مثلا توعوية زين الخصائية التغذية عندنا تطلع وقات لايف زين وتجاوب على الاسئلة زين عندكم اي سؤال تفضله يسألوها اسئلة انا عندي مشكلة كذا انا عندي مشكلة كذا فور فري طبعا نجاوب على الجميع فور فري بس المسألة انها تكون توعية فقط هذا دور مهم هذا انا قد ما اقدر قد ما اقدر زين كجهة انا 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 ما قدم التوعية بس على اساس اني ما قدم التوعية واني انتظر منها عائد مادي لا هو الواحد لازم يكون ضميرة شوي حي مع البزنس حقه يخاف ربا صحيح دايما كل بزنس في ايادي خفية تحت يعني في مثل ما يقولون جندي مجهول انا اشوف الشيف محمد ما شاء الله دايما معك في الشيف محمد لازم امدحب انبسط هو اذا شاف اذا شاف مقابلها الشيف محمد اول شخص توظف عندي اه ما شاء الله الى يومنا هذا انا عام لك اخ من الامانة عام لك اخ و كان يشتغل في المطبخ اليوم مدير ما شاء الله المنيوات كلها من عنده افكار الاكل كلها من عنده اللي وظف ناس كثير طباخين كثير يعني زي ما تقول هو بنا معاي طوبة بطوبة ما شاء الله تعاملوا يا انديا رياضية نجوم انا شفت واحد من البوستات شفت الكابتن فواز عوانا فواز عوانا شريك ولا اخ شريك ما اخذ مني فرانشايز في دبي بنيبة معناتها بنيبة لا على القرى بالعكس فواز ما بيقول لك لا انا متأكد لعب كرة قدم كابتن نادي بنياس فيه اللاعب محمود خميس معانا بعد فيه لعيبة كرة يعني يجون دايما يصورون ويشترون منهم علي مبخوت ولا عمر عبد الرحمن يعني فيه كم لعب على مدار الزمان بجاء يصور كاستقاء الفواز وما الى ذلك فيه نجوم في رياضات اخرى فيه فنانين ممكن تشفت فنانين كويتين يصوروا مسلسل هني احمد ايراج ومحمد الرمضان موجودين هنا في مارة بوظبي مشتركين مشتركين معاي شي نية للكويت تفتح في الكويت اذن الله انا قلت لك ماكدونالد ان شاء الله لان اتوقع هناك عندهم بعد الكمبتشن هاي انا شفت فيه دكتورتها بعض يسمى عبدالله المطوع اي ما عرف هو في النترشن كان يتكلم عن موضوع سبحان الله هاليومين كيف ان هال الاشتراكات مفيدة اذا انت عرفت كيف تستغلها واللقاط اللي تكلمنا عنها اكيد ان تعرف يعني اوازنها مع رياضي مع نومي مع هالشي كويتش ناصر حين رمضان يعني على البواب قبل لا اسألك يعني شو بتسوون في رمضان توقع نمر عليكم كذا رمضان الحين ما شاء الله من 2015 2016 بس فيه ثلاث اشياء دائما احنا نقول تختبص او تختبص عند الناس في رمضان اللكل تمرين النوم شو تقول في هالثلاث امور خلال شهر رمضان كيف انت ترتب جدولكم من ناحية تأكل وتمارين ونوم او كيف تنصح الناس مثلا ترتب هالثلاث اشياء في رمضان شوف في عندنا هنا يموصر رمضان انت يمكن ملاحظ معاي ان كل الشعب بداية رمضان يقول هذه فرصة اني اضعف لاني انا صايم اكثر من خمسين في المية من اليوم فتشوف اول اسبوع كلهم يسووا رياضة للثلاثة السابع الباقي حتى تصير عندي في المطعم كل اللي اشتركوا قبل رمضان اول اسبوع تشوفهم التزمين من ثاني اسبوع كلهم يكنسلوا اشتركوا على الطول فشوف في عندنا فئتين في رمضان في الفئة اللي يقول لك لا والله مثلا على سبيل المثال انا كشخص رياضي وجسمي انا محافظ وطول السنة ما شاء الله دايت فتجيني رمضان فرصة اقول بريح بسوي رياضة بس بريح لانه صفرة رمضان حلو تمام وفي ناس اللي مريح طول السنة فيقول رمضان فرصة اسوي كارديو قبل الفطور واروح افطر خفيف وخف اكل يخلص الشهر يكون جسمي على العيد عسلة فهمت علي انا حاولت احل المشكلة هذه اللي هي صفرة رمضان تمام قلت يا ناصر مش معقول ان رمضان بيمر على المشتركين بدون هريس يعني وجباتك حتى لو كانت عالمية لا تقارب بالهريس والثريد ما بتخليم يستغنون عنا ايه فجتني الفكرة قبل ثاني سنة من الشغل قبل اربع سنوات قلت خلاص بكون اول شخص يسوي الحريس الدايت ويسوي ثريد الدايت تمام وسوي معلي وسوي كريم كراملة خالم السكر قمت سويت منيو رمضان كامل زين السنبوس نسويها في الفرن بدون زيت فقلت خلاص يا ناصر خلني سوي منيو كامل حق رمضان سويت فكرة البرياني والمجبوس زين وصلت سويت منيو كامل خاص برمضان كل سنة تعتمد خلاص كل سنة في مفاجآت رمضان هذا ايه في شي يعني انا رمضان اللي طاف نزلت وانا ما طحت لها هالواجبة هالواجبة مغربية زين الكسكس زين فسويت رمضان اللي طاف طاجين زين فبالعكس انا كل رمضان افكر اني افتح لي زين ما تقول افق الواجبات جديدة ايه شي يديد حاجة تكون الشعب يرغبها كلامك صحيح يعني حتى حتى انت اذا ما كنت فيها الواجبات حتى الواجبة تختلف اصلا في العائلة حتى طبخ البيت يختلف في رمضان ايه اكيد اذا انت ما اختلفت ممكن الناس بعد تقولك في الشهر ما بيشترك عندهم صحيح كواتي ناصر رمضان تخبص الناس في رمضان النوم الاكل التمارين شو برنامشك او شو تنصح الناس عن طريق يعني هالثلاثة اشياء في هالثلاثة هالثلاثة اشياء طبعا نشوف مما ان احنا في المجتمع الاماراتي موقف طريف دائما يصير ان رمضان الناس يشوفون فرصة انهم ينزلون وزنهم فتشوفهم اول اسبوع كلهم دايت وتمرين ثاني اسبوع انسى الموضوع اخنا يعني حتى عندي في المطعم تصير نفس الشي تشوفهم اول اسبوع مشتركين حق شهر يشتركوا قبل رمضان اول اسبوع الدنيا عسل بعدين الكل يكنسل الاشتراك في بعض الناس يشوف ان رمضان فرصة بس ليش المقاومة صعبة في رمضان بسبب ان الصفرة حلوة للامانة يعني الحريم يتفننوا في الطبخ في رمضان هو جبات اشكال والوان الواحد مش قادر يقاوم يقاوم معالي ولا الكنافة ولا القيمات ولا الثريل ولا الريس ولا الكبسات ولا البرياني فمن هنا يتفكر ان ليش ما سوي مينيو مقارب للمينيو حلي المينيو البيت اللي متواجد في البيت انا قلت بالنسبة لي زين ببدأ اسوي هالشي وبديت تقريبا قبل ثلاث او اربع سنوات كنت اول مطعم اسوي ريس ريد علي برياني فسويت الوجبات الرمضانية ما في خيار ثاني اي ما في خيار ثاني سنبوسة نسويها في الفرن بدون سيوت فجيت قلت كان الاقبال شديد شديد يعني لدرجة انا مش متوقعها لدرجة ان احنا مثلا نحاطين الرقم ان احنا نوصل له جاء فوق الرقم ثلاث مرات ليش لان ما حد مصدق ان انا ممكن اكل اكل رمضان وفي نفس الوقت انزل يعني بالعكس شي حلو يعني الشخص هذا لا حرمنا من اكل رمضان بناكل الحريس بناكل الثريد بناكل السنبوسة والشربة والبرياني في نفس الوقت انا صحي عافظ او مدخل زيوت او مدخل سكريات في شيء يديد في المينيو برمضان السنهار كل رمضان في شيء لازم في مفاشر لازم لازم اطور يعني انك توقف ادنك توقف ادنك توقف ادنك توقف ادنك توقف ادنك توقف لان الشعب عندنا يحب الجديد دائما ايه ملولين ايه يملوا بسرعة وللأمانة انا مثلا كل ستة شهور اغير المينيو خلال الستة شهور يقولوا ما متبه ما مينيو جديد ايه ما انت بتغير يا اخي خلاص ملينا وفي بعضهم يستمروا معاك ستة شهور فيمل وانا انا عن نفسي انا ما لومه اجباري تمل تعاكل انت حتى لو قلوك مثلا لو قلوك كل برغر يوميا عالغدا باي يوم بدكلي ثراب لو وعد تشبتي برغر خلاص اي خلاص انف صحيح زين التمارين في رمضان متى الوقت المفضل ولا تنصح وقتك المفضل متى تنصح الناس وقت الراحة السلبية شهر رمضان طول السنة اللي يتمرن ياخذ راحة سلبية يعني يريح في رمضان ان يريح من رياضة لا ما يريح من رياضة لا انا كراحة من رياضة ممكن تخف من وطيرة الرياضة اللي انت تسويها اذا تسوي مثلا ستة ايام تقل ليهم اربعة ايام هذا اذا في حالة ان جسمك حلو او جسمك زين او المرحلة اللي انت واصلها يعني ادفانس متقدمة لكن بنقول شخص عادي لا رمضان فرصة سوي رياضة اه ممكن تسوي قبل فطور كارديو وبعد التراويح تروح تتمرن مثلا مثلا ايه فبالعكس رمضان رياضة حلوة في رمضان وثانيا رمضان صحي يعني رمضان يعتبر ديتوكس فرصة فرصة ديتوكس للجسم صحي فانت علي انت صايم يعني تقريبا اكثر من خمسين في المئة مليوم هالشهور من زين ففرصة انك يعني تعمل ديتوكس في الجسم تنظف جسمك تعرق تتمرن مع رمضان صحي ما تكمل صحي مش شرط انك تخلي رمضان سلبي يعني النهار صحي والمساء ترى حتى في الشغل في العمل يعني سبحان الله نازل خلاص رمضان ما لنا برض شغل وشي بالعكس يعني رمضان هو شهر الشغل مفروض يكون يعني عبادة وعمل يعني في نفس الوقت و و ترياضة طول السنة عبادة وعمل صحي النوم كيف وضع النوم في رمضان هذه شوفني في الخليج صعب صعب جدا صعب جدا يعني ان رمضان حالات المساء جمعات الاهل صحي جمعات الرابع هؤلاء اللي لعبون طائرة اللي لعبون ورقة اللي سهرون ان شاء الله السنة بعد الوضع أفضل يعني من سنتين اللي طاف ايه سنتين اللي طاف وكننا محجورين صعب صحي وان شاء الله هالسنة يعني يكون الوضع يعني فيه يعني على الأقل فيه تجمعات عائلية ان شاء الله ان شاء الله اسئلة اختامية كوتش ناصر سؤالين ابغي منك الجواب في كلمة واحدة شي يحفزك اليوم الصبح حفزك اليومك عيالي عيالي الله يحفظهم لك يارك اذا في مجال الفتنس وين تشوف عمرك في مجال البزنس البزنس حاولت حاولت ادور على مكان ثاني ما حصلت بزنس الفتنس في البزنس يعني عندي رغبة في البزنس في النهاية يعني في جملة وحدة لو ودك تعطي نصيحة لكل متابعينك وزباينك نصيحة ودك يلتزمون فيها نصيحة تخص الصحة تخص الرياضة تخص البزنس تخص لو قالوا لك مثلا هذه النصيحة كل زباينك بيلتزمون فيها شوف اللي في بالك تبغي الكل كزباين وكمراجئ او متابعين حتى على السوشال ميديا يلتزمون فيها اتعب على اللي تبغى توصل لازم اي لازم انا يعني يعني في ناس مثلا عندهم طموح ان يوصل الجسم او ان يوصل منصب او ان يوصل مثلا التارجيت معين في الدخل زين اتعب عشان اللي تبغى توصل في ناس كثيرين يفكر ان بصير مدير او بيتعدل جسمي او بالسهل او براحة لا والله ما في شيء بالسهل ولا براحة كل ما تعبت اللي يتعب اكثر يحصل اكثر الا اذا دخلت الواسطة في الموضوع يلتغي الموضوع شاكر لضيفنا حضورة المميز شاكرين لك بيت ناصر حبيب وشاكر لكل من تابعنا لنهاية الحلقة تاكم ان شاء الله في الحلقة